حملة تشجير شهدتها غابة جدائم بالتعاون مع جمعية أصدقاء الشجرة ومفوضية الكشاف والمرشدات الزاوية وبمشاركة عدد من القادة والكشافين والجوال استهدفت غرس قرابة 1500 شتلة من أجار سنوبر الجبلي والعمودي خيخة من ضمن أعمال الجمعية اللي هو العموة التطوعية في غرس الأجار في عدة مناطق خيخة كانت فيه اتفاق بين الجمعية وبين مفوضيات الكشاف اللي هو مفوضية كشاف الزاوية ومفوضية كشاف سهل الجفارة على أنه قوم بعمل غرس الأجار في غابة جدائم خيخة الغابة هذه كان فيها طبعا فيها نوع من الدمار وبعض خراب لبعض الأجار ستصار لها طبعا جفاف فمن ضمن اللقاء اللي كان بيننا بين المفوضيات أن نحنين نغرس الأجار نعوض الأجار اللي الجافة هذه في نفس الوقت كان عندنا برنامز أن نعمل مجمع ويراتي في الغابة جدائم الحملة التي يعمل القائمون عليها مشاركة كل مفوضيات فيها تعمل على تجديد الأجار والمحافظة عليها وحمايتها من الرياح والحفاظ على الغطاء النباتي للغابة من التصحر والجفاف نتمنى أن كل المفوضيات ساهم في هذه الحملة وهذه الحملة حتى تستمر لمدة شهر كامل لغرس جميع المناطق الفاضية داخل مركز تدريب الكشافة والمرشدات لزيادة الأجار داخل الغابة ولزيادة الغطاء النباتي داخل مركز تدريب الكشافة والمرشدات أهمية غرس الأجار والاهتمام بها تعتبر من الركائز التي تعتمد عليها مفوضيات الكشاف والجمعيات التي ترى في هذه الغابات البراحة الآمن لتنمية القدرات وتهيل أجيال من المتطوعين لا يتوقف عطاؤها